مرحبا سلام عليكم الله وبركاته أحد الأخوة اللي بيسأل اللي انا عملت سيليكت على الوصف دوت والترموف بلاقي كونسترين ودسجوين ومالتين والألفرق بينهم كونسترين بيجبني انها اتحرك فوق وتحت يمين وشمال تعمل في شكل دوت لو بشتر علامة بلاقي نفسي فريق هتحرك في مكان زي في 8 كده بعد كده دسجوين يعني ايه؟ يعني ما بقول له موف للعنصر دوت ويكون معلم على دسجوين وعمل موف بنقل لي العنصر من غير الجوين ده ما يتحرك يعني انا مثلا عمل سيليكت على يدوت فلو قلت له دسجوين وبدأت تحرك بياخدو العنصر مرجع وكان مرتبط بيها بالجدد طيب لو انا شكت العلامة اللي هيحصل شكت العلامة ايه؟ وبدأت تحرك العنصر هلاقي محافظ على الجوين هنا والجوين هنا كل ما بتحرك الجوين بيفضل مقبط بشكل دوت فهذا اللي انا عايز او او ادوت هتجد او ادوت لما تعمل موف هتلاقي بيتحرك معه بشكل دوت طيب مرتبط مرتبط ده هتيجي معك في الكوبي مرتبط له مرتبط يعني هقدر اعمل النوت في الكوبي دي اكثر من مرة واحد ثلاثة اربعة خنصة لو شكت العلامة خط الكوبي هتلاقي مرة واحدة ورث معك اشتركوا في القناة